برنامج كلام في الليل مباشرة بعد شهر رمضان يمتد معكم البرنامج هذية كيل عادة مثلين للجمعة متسعة للاحدة شمتة الليل نحكيوا في مواضيع اجتماعية تهمكم أو تهم في أمين المجتمع اللي كلكم تنجموا من خلال الأرقام مجروا على ذمتكم باش تتفعلوا معنا وتحكيوا في مواضيع المطروح نحاولوا في كل مرة نطرحوا موضوع معين باش نقطروا كل اتصالات الهاتفية اللي تكون متواجدة حذينا هوني في الستوديو اكيد غيبة طويلة تقريبا شهر رجعنا وباش نتواصل معكم الى غاية نهاية الشبكة الشتوية على إذاعة EFM الى أنجي الشبكة الصيفية باش تتصير مجموعة منها التحويرات كما عاودنكم على غاديو EFM نحب الرحب بالنيس اللي تنتظر في الموعد هذية واللي متعاودين بالموعد هذية من خلال التفاعلات امتعكم وانتو ما زلت تنجموا تقترحوا مجموعة من المواضيع اللي تنجموا تلقاوها مطروحة في موعدنا هذة واحد وثلاثين ثلاثمائية وثمانين الف كيف كيف ثمانية وخمسين خمسمائية وخمسين سبعمائية وستة زوز أرقام ينجموا نخليكم تكونوا حادين معنا في المباشرة وتتفعلوا مع موضوع حلقتنا اليوم وتقريبا الأسبوع هذية كل حاولنا ناخدوا مجموعة من المواضيع اللي اتطرحت بكثرة في شهر رمضان ومن بينهم العنف ضد المرأة وكلنا نتذكروا قصة رفقة الشاري اللي تعنفت من طرف زوجها واللي في الأخير تم قتلها بخمسة خمسة طلقات نارية تقريبا باش نعودوا نرجعوا على نشأة المجتمع كيفاش يولد في بعض الأحيان العنف الأسري باش نحاولوا نحكيوا على مجموعة من الأسباب اللي اتوصل لهذا باش نحكيوا على يمكن زد العقلية التونسية كيفاش تتعامل مع مجموعة الأشكالية هذه خاصة فيما يخص العنف الأسري والعنف ضد المرأة أساسا باش نحكيوا من جانب الاجتماعي باش نحكيوا زد من جانب النفسي والتنمية الذاتية وباش نحكيوا من الجانب كذلك القانوني باش كل شخص يعرف القانون شنوه اللي ينص في الوضعية هذه خاصة وإنه تمت مجموعة من التحويرات أعطيتكم فكرة صغيرة حول الموضوع لكن كيما عودناكم في موعدنا تقرير تقدمه زميلتنا سوهي بن براهم في موضوع حلقة اليوم نسمعوا بعدنا وراجعين اليوم في كلين في الليل باش نطرحوا موضوع شغل الرأي العام ليامات الفايد العنف ضد المرأة العنف هو عامل من العوامل الاجتماعية والنفسية اللي تصير نتيجة استخدام القوة والعنف البدني عن قصد سوى كان للتهديد ولا للإذاء الفعلي يؤدي العنف للإصابة للضرر النفسي وفي أغلب الأحيان للوفاة في 2020 أثرت جائحة جيروس كورونا في كل جانب من جوانب الحياة وكيف بدأ تطبيق الحجر الصحي أكد التقارير ظهور جميع أنواع العنف ضد المرأة وخاصة العنف الزوجي اللي بدأ يتزيد ويتضعف دسعة مرات حسب الفصل 46 من الدستور يتعين على الدولة اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على العنف ضد النسي وأشكال العنف متعدة والقانون التونسي يعاقب مجملها وحسب تحليل أخير عملته منظمة الصحة العالمية يقول اتعرضت واحدة من كل ثلاثة نسي في العالم يعني نحو 736 مليون امرأة للعنف جسدي ولا جنسي في حيتهم خلينا نقول النسي هو مضحية للعنف بسبب جنسهم ويعد العنف اللي يتميرس ضد النسي مظهر من مظاهر تفاوة القوة بين الجنسين حق المرأة في حياة بليش عنف هو حق مشروع من حقوق الإنسان إلا أن الواقع يختلف كليا على شرعية حقوقها ضحايا العنف من نسي نلقاهم من مختلف طبقات الاجتماعية وعلى اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية وفي أغلب الأحيان يميرس العنف ضد النسي من طرف الرجال وبجميع الأشكال وما يقتصرش على العنف الجنسي كهو لأ يتعدى هذا الكل ويوصل للعنف الجسدي النفسي وساعات للقتل العمد وعادة يكونوا المذنبين اللي صلتوا العنف الشركة الأزواج الحاليين ولا السابقين الأباء الأخوة وحتى الزمالي ويتعرضوا إنسل العنف في البلايس اللي من المفروض إنه يحسوا فيهم بالأمان كيمة ديارهم ولا محيطهم الاجتماع ونتصور اللي لكلنا سمعنا برفقة شيرن اللي تقتلت على يد رجلها بالرصاص وبر شنسيت وينسا رفعوا شعار عن الضحية القادمة ما ويقع التواصل الاجتماعي اتقلبت الجمعة اللي فاتت بسبب لحكاية هذي رفقة شيرني اتعرضت قبل العنف من طرف رجلها وفي كل مرة تمشي تشكي وتسحى بشكياتها السكوت على العنف وصلها للموت رفقة شيرني ضحية جديدة للعنف في بلادنا لكن للأسف فما ألف رفقة شيرني ما زالوا عزيين والخوف مسيطرة عليهم ومنحهم انهم يتكلموا ويحكيوا على العنف اللي قاعدين يتعرضولوا كل يوم إذن هذا هو موضوع حلقة اليوم العنف ضد المرأة كيما قلت لكم مش نحاولوا نتناولوا مختلف جوان بهذا الموضوع ذيك عليش تحذر معنا في الستوديو كل من الأستاذة فدوى إبراهم محمية مرحبا بيك مساء النور وتحذر معنا كيف كيف خاولة شريف مدربة في التنمية الذاتية وممارسة بالطاقة مرحبا مرحبا بيك فراح ومرحبا المستمعين معيدكم مبروك معيدك مبروك ويحذر بعنا محمد قطبي بحث في علم الاجتماع مرحبا بيك ومعيد مبارك للجميع كده نعيدكم مبروك بعد تقريبا 4-5 أيام ميسيلش لكن إن شاء الله أيامنا على كل كل عيد وتتنحلين هالغم كيد مازلنا بشين تواصلوا معاكم زينا نذكركم بالنسبة للأرقام 31-380-58-550-750-706 بيش تتفعلوا معنا في موضوع حلقة اليوم نذكر زيدا إنه في الإخراج عزاة واتي ويقام ربح وإيمان الجدي في إيافام تيفي سوهي بن براهم في الأعداد نمشي وفاصل وبعد راجعين كلام في الليل مع فرح رجعنا لكم على غجو إيافام مازلنا كيد بش نتواصلوا معاكم زينا نذكركم بالأرقام اللي مجعولة على ذمتكم 31-380-58-550-750-706 زوز أرقام تنجم تخليكم تكونوا حاضرين معنا في المباشر أكيد تتفعلوا مع موضوع حلقة اليوم بما أنه اليوم نحكيوا على العنف ضد المرأة فقط قبل ما نبدأ في الموضوع إيافام متحب تشكر كل المستمعين الأوفياء وتزيد ذكركم اللي ديجيتال ما يكون كان معنا على خطر إيافام هي رجل أولى في تونس على ديجيتال في رمضان حققنا 26 مليون مشاهدة بمعدل 850 ألف مشاهدة في النهار في المرتبة الثانية نلقى موزيكة بـ 12 مليون مشاهدة في الشهر و400 ألف مشاهدة في النهار في المرتبة الثالثة شمسة بمليون مشاهدة في الشهر و55 ألف مشاهدة في النهار وفي المرتبة الرابعة جوهرة إيافام بـ 700 ألف مشاهدة في الشهر 24 ألف مشاهدة في النهار أنتو مزيدا تنجموا تتبعوا كل برامجنا وأخبارنا عشان يوتيوب إيافام 24 خير سور 24 خليكم ديما بغانشي على غاديو إيافام أحلى غاديو تخيل عندك تلفز على كيفك تحكي كيفك تعبر كيفك تلفزة لكل هريك سبور فن اكتواليتي وبليتيك ميلة أصنع تلفزتك وبكليك جوكي جيك إيافام تي بي على يوتيوب التلفزة اللي تتمناها بكليك تلقاها ادخل من تو للتلفزة الأولى والأكثر مشاهدة في تونس على اليوتيوب إيافان تيفي أصنع تلفزتك إذن هنيئا لكل العاملين بغاجوا إيافام كذلك للناس اللي قاعدة اتابع في إذاعتنا الأولى على الديجيتال مازلنا بشي تواصلوا معكم نرجعوا في موضوع حلقتنا اليوم نحكيوا على العنف ضد المرأة نزيد نذكر ذيوفي كل من الأستاذة فدوى إبراهام المحامية غولة شريف مدربة في تنمية الذاتية ومحمد قطبي بحث في علم الاجتماع في البداية أكيد بش نرجع على وقاء صارت ويمكن هزت ياسر لغيزو سوسيو في فترة رمضان الحارثة اللي صارت الرفقة الشيرني بعد ما تعرضت للعنف من طرف زوجها لفترة طويلة ونعرف العقلية التونسية والعائلات التونسية اللي سكتت دارها عمرت ميسيلش عديله على خطر الصغار ما هو إلا راجلك وتقريبا هذا اللي نسمعوه وفي الأخير نلقاه برشة ضحاية برشة فما يمكن توقع ديني نسمعو فينا كيف ما رفقة شيري مني أو نجم يكون عندهم نفس المصير بش نرجع خاصة من ناحية الاجتماعية لأنه مهم برشة نحكيه على التنش الاجتماعية هل هي الاشكالية في أو سبب رئيسي لتفشي العنف محمد أولا اسمح لي فرح باش نترحم على رفقة شيري ومن خلالها نترحم على ولا نحي كل أرواح اللي ماتوا في تونس دحية العنف النساء خاصة وفي العالم أجمع نساء اللي تعاني من العنف أول أول شي يلزم هذا حاجة يلزم ندقو ونحكو على الموضوع عن العنف المصلد للنساء من نجموش نتناولوه كعنف في المطلق فما فرق كبير بين العنف المصلد للنساء وفما توحد التناول الإعلامي ويتناولو فيه كعنف في المطلق يلزمنا الوقت نتناولو العنف المصلد للنساء تناولوه بطريقة معينة على خطر نتناولوه في إطاره في إطار المجتمع الضكوري وأنا شخصيا نتبنى مختص في النواء الاجتماعي نتبنىه مقاربة النوع الاجتماعي يعني وقت نحكيه على مجتمع ذكوري نحكيه على مجتمع معادل الأنثى بصف عامة ونحب نذكر المجتمعات الكل ذكورية ولكن الفرق بين المجتمعات المتقدمة بين ذفرين والمجتمعات مجتمعاتنا اللي هما بدأوا يحاولوا واللي بدأوا أعملوا خطوة كبيرة قانونية وغيروا حتى في التنشئ وفي باش يعملوا تغييرات اجتماعية أمل فمم بزالة العقلية الذكورية العقلية الذكورية هذه هي اللي خلات رفقة شارني وغيرها يتوافى وتحت العنف لأن العنف في تونس وقت يتعلق بالمرأة هو عنف مبرر حتى كيف ماتت توفات رفقة شارني فما حتى على وسائل التواصل الاجتماعي نشوفه في تبريد العنف إذن هو تطبيع مع العنف وقت يتعلق بالمرأة المجتمع التونسي مزال يتسامح للعنف وقت يكون وتصبر وفي المقابل ريغلة كبيرة وقت يتسامح مع العنف كمجتمع ولا كباحية تتسامحها مع العنف هي بدورها تلعب في إعادة تنتاج العنف إذن العنف هو عنف اجتماعي هو عنف مجتمعي وهو عنف ذكوري مسؤولة عليها التنشأة الاجتماعية اللي تربينا عليها فما خطر تنشأة الاجتماعية كمطرف أول حاجة تقوم عليها التنشأة هي تحديد الأدوار والأدوار متاعنا والوظائف اللي يقوم بها المجتمع يمشي في اتجاه أن الوقت تتربى لبنية وقت تبدأ عنا بنية من جهة ولي من جهة المجتمع والمؤسسات التنشأة ديما تحط في المشروع الستراتيجي ان هذا تتربى كرجل وهذا تتربى كامرأة ومن الحاجات تتربى عليهم كامرأة الوظيفة تكون متيعة وتكون متسامحة وتكون هي ضحية العنف بينما الراجل يتربى لأنه يكون هو الجاني حتى في المجتمع حتى المجرم نحدوه مبدئين يعني في التنشأة الاجتماعي لكن لليوم العقلية هذه ما زالت متواجدة العقلية هذه ما تنحاش بمجرد القوانين لأن القوانين حبر على ورق أنا معل القوانين إلى أقصاها ولكن مهم ولكن وقت يكون موازي العملية التنشأة كاملة العملية قرار سياسي قوي للأخذ كامل بالدراسيات اللي غادة تصير في العالم بالرغم أن المنظمات العالمية الكل ماشية مع المرأة وفي تجاه تمكين المرأة والحط القانون اللي بشتحكين للأستاذ اللي فيه تمكين اجتماعي وقت نحكو التمكين الاجتماعي للمرأة وتتخذ الإجراءات هذا الوقت تتولي المؤسسات المجتمع هذي كلها والمدخلين الاجتماعيين يعترفوا اللي فم مجتمع ذكوري ويحاولوا يصلحوا فيه وقتها نجم القوانين اللي 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 عملوا فيها نجم طبقه في تونس صارت عملية تحديث حاولوا من الاستقلال صارت النوع المعي حابوا تحديث تحديث الاجتماعي ذاكا ما كانش في بلاستو تحديث اجتماعي كان قوانين في شكل قوانين القوانين الذكا ما تقتص يعني بنومو اقتصادي ونومو اجتماعي ونومو هيكل يزاد وقت انت عائلة زلت ما عندكش عائلة مهيكلة وقت عندك مجتمع متفكك وقت عندك جريمة مرتفعة وتحكي عن حقوق المرأة أنا معاه وانا نعتبر روحي مناضل نسوي معاه المرأة ولكن المرأة مش قانونين أنا زاد معا التمييز الإيجابي مع المرأة ولكن المرأة مش مجرد قوانين المرأة يلزمها عائلة يلزمها مجتمع ويلزمها قرار سياسي ويلزمها دولة تحميها وتحمي المجتمع ككل هذا اللي يجرنا للأستاذ فدوى إبراهم لأنه نعرف أنه 2017 تم تنقيح القانون العنف ضد المرأة صار أشمل قانون 2017 شكرا فرح هو ما صار تنقيح هو صار إصدار قانون أساسي يعني فما قانون فما هاي ثلاثة مجموعة من النصوص المتكاملة ظاهريا يعني قانون أساسي وضع بعض نقاشات وبعض أخذ ورد لحماية المرأة ولتمكنها من حقوقها ولإضاح بعض المفاهيم أو بعض يعني الإشكاليات اللي كنا نشوفه كي تمتق تطبيق المجلة الجزائية المرأة ما تأخذش حقها أو المرأة أنا بأكسية لا جستيس يعني ما توصلش لل أنا كنت أفهم إنه تم إصدار قانون أساسي إذن قبل كيفاش كان معمول به في إطار العنف ضد المرأة المجلة الجزائية التونسية اللي هي صادرة من 1913 اللي قاعدتنا من وقت الحماية الفرنسية هذيك هي التطبق وبش نقول لكم حاجة ممكن نرجع لها من بعد لليوم معتها من الصدور القانون الأساسي 2017 لليوم هناك عدد من سيدا الرؤساء يعني في المحاكم السيدة الرؤساء الجمهورية في المحاكم أي رؤساء الجمهورية النيابة يقوموا بتطبيق القانونany الجزائي وما يتبقوش القانون في تجاهة يعني متعمد يمكن يمكن عن جهل وما هوش متمكنين من القانون أو يقوم بتطبيق القانون salaries بصفة عامة وما يتبقوش القانون الأساسي هذي وفهما يكون عنده عداء القانون الأساسي يعني حتى صريح ويقول لك القانون هذا تجعل بشي دمر العائلة بشي كسرك اللون ويو هذي كمتاع الاستقرار ويقوي فنسي على رجالهم على باتهم على أخواتهم أنا ضده ومن تبقوش وفعلاً ما تبقوش لأن القاضي في تونس عنده سلطة تقديرية كبيرة فما شكون رافض لليوم أنه يتبقوا له هو قانون القانون هذا 2017 لليوم نجمه نشوفه شنوه ضعف وشنوه في التطبيق معتها شنوه أعطاء تنعطيك أنا رأي شخصي معتها بعض الممارسة الفعلية معتها المهنتني والحاجات اللي اللي نشوف فيها في الأخر القانون أضاف برشا حاجات إيجابية القانون هو فعلاً لحماية المرأة القانون كي يقول لك وحدات مختصة متكونة وتبدأ فيهم نتوقع لها تكون فيهم شنوه خصوصية للناس اللي يتعامل معاهم ومنوعية الضحايا اللي يتعامل معاهم وشنوه الحماية المحتجين الهواء وكي نعرفوا إنه فما تم بعث الوحدات هذية معتها تونس فيها أكثر من 120 وحدة مختصة كي نعرفوا إلي القانون هذا مثلاً يزم الدولة باش إنه تقوي لمرأة وأبنائها باش توفر لهم الحماية كي نعرفوا إلي إحنا قاعد نعمل في مطالب حماية تخليها مثلاً في دارها والمعتدي ما يقربهيش لمدة معاينة ونجم تم تجديده وما تلقاش روحها لبرة كي نعرفوا إنه القانون مثلاً فما حاجة كانت تتمثل إشكالية كمثلاً تحرش الجنسي ما كانش معروف شنوه التحرش الجنسي القانون جيب بالتفصيل شنوه التحرش الجنسي وعنا في المحاكمة التونسية أحكام كي نشوفوا إلي القانون تعرض للعنف المعنوي للعنف الاقتصادي أنا أحكام حالياً معتها تحكي على العنف تدين المعتدي لأنه حرم المرأة مثلاً من أنها تتعمل أو تخرج العمل وصدرت معتها أحكام مؤخراً من المحاكمة التونسية فما برش حاجة إيجابية أنا كن مرأة قانون الراب العكس الرأي أنه القانون ستنوتي معتها هو إداة رائعة لتغيير المجتمع كما في 56 وقت لمنعت عدد الزوجات مجتمع كامل كان ماشي في نساق معين صدر قانون يمنع المجتمع في الأخير معتها ولا تبع القانون هذيك وتطور وتحدث ونظم نفسه استجابة لمتطلبات القانون للدولة المدنية شنية المشكلة؟ المشكلة قالها كعالم اجتماع معتها قالها هي حسب رأينا هي تراجع المدرسة هو الجهل هو التهميش للتفقير المدرسة والسوق الشغل والعمل والأزمات شخص يتعرض للعنف كمواطن يتعرض للعنف البرة يرجع الدار والمحيط الضيق ويعاود يمارس العنف هذيك على الطرف اللي رأيه هو الطرف الضعيف أو على الأقل ضعيف ما أنه يسكت إذن نفهم أنه القانون الأساسي هذيه قام بتفسير شامل لمعنى العنف ضد المرأة وتناول العنف المادي المعنوي العنف الجنسي خطر عادة يمكن الناس ما تتوقعش أنه نجم يكون فما عنف جنسي بين رجل ومرأة لأنه ذيك حقوق بالضبط للأسف فمع بيج يمكن يعتبروا أنه ذيك حق حق لأنه ضيف على المهر ومعرس بها يعني هي شيء معتها تحوز به معتها الاختصاب الزوجي موجود فما برشح حاجات هيلة في القانون مثلا أنا يمكن فما حاجة مهمة جدا لكن في نفس الوقت حس تقيمي أن الشخص هي سبب العداء فئة معينة من المجتمع وفئة معينة من القوى الأمن التي تلجأ لها ضاحية الأولى وتستنجد بها هي في أول المطاف والقضاءة نفسها وحتى فئة من المحامين يعني أنا أول مصدر القانون فما زميلات وزمالي أصدروا عريضة لمعارضة القانون لتدمر الأسرة التونسية معتها وموجودة نشتقها حتى على الانترنت لأنهم وكانت تذكر وقتها صدرت شائعات قانون يمنع الختين قانون بشرة كانت تذكر وقتها ديما بشرة بالحاجة حميلتها زميلتي هي ديما اللي سيب الامتاحهم قانون بشرة أنا ضد قانون بشرة كنت ذكرها وقتها طوى هذا الكل نقصره وبديل متى يتعاودوا عليه الحاجة القتلك المهمة جدا أنا رأيها وعندها علاقة بملف مرحومة رفقة شيني وعدد كبير من الضحايا هو أنه الضحايا اللي عادة بعد ما تمشي تشكي يتم الضغط عليها في الوقت باش تتنازل وباش تعمل إسقاط حتى كان يكون زميلها هو بوعي لعنده صغار الإسقاط إنه القانون جديد مع تخلي الدعوة العمامية متواصلة حتى وإن تراجعت الضحايا وعطت إسقاط للمعتدي المشكلة شنية هي المشكلة إنه أنا في المرسلة اليومية اللي نشوفها إنه المرأة إنه الإسقاط معاتش ذو جدوى يعني اللي هو كان الحل السحري الهاشكية اللي هذية معتها موصلت هي خرج وتمشيت شكية كانت تحبلها برشا شجاعة ويمكن فما يد امتدت لها وإلا هي أخيرا قررت باش تاخذ قرارها تمشي تنشكي لكن كان الإسقاط هو اللي طيح كل شيء في الماء توشنو نشوفوا توشنو نشوفوا إنه من الأول يعني شنو يصير في المراكز ميخالي ميحلوش محظر هنا الأسبوع اللي فارت بركة في العطلة العيد يعني المرأة ضحية في حالة معتها ليرثى لها مع ابن رضيع في الشارع تم الاعتداء عليه حتى أمام أعوان الأمن ورفضوا إنهم يحلوا محظر وقالوا لها مانيش حالين محظر ومعنيش نحلوا محظر مش فتبارشة وضعيات كيمهاك هذي ميئات الوضعيات لأنو إذا كانت حال محظر مش بنحقهم مش بنحقهم طبعا لكن شكون الضحية اللي هي يعلم بيها ربي فينا حالة اللي بشتشدة صحيح وعندها الصبر والإصرار والعزيمة وبينصير بشي جهة هذك وبشي خلطوا عليها من عائلته ومن عائلتها ويخلط عليها هو بالتهديد بالترغيب بالضغط بالنحي لك صغارك نعملك بش هي تشدة صحيح وتقول لهم ليه حلول يا محظر أو ميش ميكش تابعتنا أو امشي للفرقة الأخرى هذا هو الناحية من ناحية التطبيقية جرائية بش نحاول نرجع للنقاط هذية لأنو مهم بساعات يمكن كن نقعد ونقرأ وقانون لعباد ما تستوعبوش لكن كنحكي وحالات صايرة وواقعية يمكن لعباد نجم تستوعب وتعرف مهم برشة وين لازم تمشي لشكو لازم تلتجق وهذا كل بش نحاولو نرجعولو بش نعطي الكلمة الخولة خولة أسباب العنف اليوم كان نحاولو نحكي وعليها هو طوى فرح ثمى برشة أسباب للعنف منها أسباب اجتماعية اللي هو مثلا كما قالت الدكتورة يبدأ راجل مضغوط في العمل يبدأ معناتها عنده برشة استرس أسباب عنده كريديات يمشي يروح للدار يسيبك الغش متاعه كما نقوله الضغط متاعه الكل يسيبه على المراي ولي عن نفع في بريوده متاع الحجر الصحي اكتشفنا برشة حالات معنتها متاع تعنيف ولي هو معنتها محجوزين في مكان واحد ما يخرج الرجل اللقاه ولي هو المتنفس متاعه دونك يولي الوقت هذك يتسبل على المراه ويولي معنتها تكثر المشاكل ما بيناتهم ثم انخفاض مستوى التعليم كي بداوا ما همش متقاربين في المستوى التعليمي تبدأ أو حتى المادي كذلك ايه بش نجيوه ولي هذك مشاكل اقتصادية كي بداوا ما همش متقاربين في مستوى التعليمي تصير زي دا مشاكل ما بيناتهم فتفاهم دونك هذي يخلي يخليه الراجل يبدأ يحس بنقص معنتها توجي خاصة كي تبدأ المراهية اللي تبدأ أخير منه في المستوى دونك هو يحس بنقص ويولي ديما يلوج كيفاش يعبر على الفارق هذك بالعنف معنتها بتعنيفها كان بالضرب كان بالشتم كان انه يحاول يقللها من قيمتها راهو زيدا في العنف ثم معنتها برشة أنواع اللي هو عنف لفظي عنف جسدي عنف جنسي حتى حتى صمت راهو حتى الصمت العقابي اللي الراجل يبدأ فارد دار هو والمرأة وصلنا زيدا ثم معنا برشة حالات امتاع طليق صامت في تونس اللي هو كل واحد عايش في دار معنتها عايشين ما بعثهم في دار وإلا في في الأريف ثم انسيه هي اللي تخدم وراجل قاعد في الدار لايزي قاعد في الدار وزيد معنتها يبدأ ظال هالسي سيد وزيد يتسابل عليها وزيد يضربها عايش بكو لا ما عايش بكش معنتها هو زيد اخذ القاعد في الدار مش تعملو ستخيس ودونك هيا كيتراوح ليزي خدمة نهار كامل وزيد طيب العشاء وزيد تكترايح عندي تعليق اي نحن بقول هو صحيح فما أسباب للعنف لكن هو فمش حتى مبرر وحتى سبب يوجيز تعملو معاك اكيد يعني تفشيش المرأة اللي هي قاعدة في الدار وهو يخدم حتى تستحق ليه ليه اكيد ما ثم حتى سبب معنتها مبرر هو ثم أسباب زيدة أخرى اللي هو فلا تربية الاجتماع النفسية معنتها الصغير هو اللي تعنف وهو صغير هو كبير بشي عنف أو يمكن شاف مشاهد عنف في إدار عينته ولا ولا شاف مشاهد عنف معنتها شاف بوه وكفيش يظرف فيهم معنتها في عائلتهم عندهم الضرب عادي وكل دونك هو بشي ولي يشوف حاجة عادية في تربية صغار وفي ضربين مرت ما هو شي زيدة مبرر أما هو خاطرنا قاعد ينحكي في الأسباب نحنا أما يلزم خاطر ترسخ في ذهن المستامع وترسخ وتولي أوتوماتيك معنتها هو حتى رقاوا عملوا دراسات للناس المجرمين وكل رقاهم وهم صغار اتعنفوا معنتها صرت لهم برشة حالات متاع عنف ومتاع ضرب ومتاع تعذيب اللي هما كيكبروا ومعنتها ناس نحب نعلق تفضل مش ديما هذية حكيت هو طلع هك على الخاطر عام لولو ولهو عتها نعرف هو كليمك صحيح أما راهو ما هوش معتها مش قاعدة عامة أي ما ننسه هذية مش على خاطر أنا على خاطر بوه كان يضرب فيه أمه والحاجة راهو فما وضعيات ما فميش هذا الكل فميش حتى سببه ما عندهم مش حتى سبب ما الأسباب هذي الكل لكن يصير العنف فما وحاجة أخرى زينا حب نشيرها راهو أحيانا هو يفقد أعصابه أو تصير أي حكاية ما هو فما هو صحيح الموضوع هو نسي فما نسي تعنف زينا أي هذيك شنو يعني برش المار الفيتا وقتلي فما العنف ضد الرجل شنو يصيره إذا كان هو ما لقاش وسيلة للحوار أو لقاه إنه هو كف وهو وتسقط والمشكلة في بيله وتتحل والإلا عنده هدنة والطرف الآخر يسقط وما يعملش ردد فعل تنجم تولي هذيك لوقت الحوار وهذيك طريقة اللي هو يواصل فيها زينا المشكل زيدة زيدة في المبررات اللي يمكن تنجم تتلقاها المرأة من عائلتها في بعض الأحيان ما زلتوا تعرفوا على بعضكم ما زلتوا جدد يمكن يجي صغير تتحسن الوضعية لكن أنا نمن إنه إذا الرجل هذ يده مرة بشي هذ يده برشا مرات أخرى وكان المرأة سكتت مرة معنطها بشي عاود معها فلا وما لازم هاش تسقط هي معنطها المرة الأولى هو المجتمع علش لأن المجتمع التونسي وحطني نتوى العنف يعني فمنسي قاعدة تموت رأى ونتيجت العنف في فرنسا في طاليا في بختو معتا في العالم الفنانية ما واش حكرة على تون لسكين العالم يقضموش رويحنا الحاجة هو شنو اللي يصير هو هو العنف إذا كان القاول عنف وسيلة معتا القاول عنف في بلاسة الحوار وإلا محاولة إيجاد الحلول يواصلوا فيه والمشكلة الأساسية شنوى إنه هو في بالهم الأطراف المتداخلة أو حتى ضحية نفسها بشتدمر العائلة وبإنه العائلة هي كانوايوكا هي الأساس هي اللي تقوم عليها المجتمع الاقتصاد بشتحافظ على عائلتك بشتتحمل بش يطلبوا منها لها تسقط وتتحمل وتعدي وجيب صغير يركح ولا تقوى وتزيد هي طارق فك الدوامة هذيكا وتنسى وروحها وتصعب عليها لإيجاد الحلول محمد يمكن بش نحكي على التبريرات نتع العائلة توجيه المرأة اللي يتم تعنيفها إذا لازمك تسكت لازمك تعدي الراج لكبو صغارك عليش هالتبريرات هذية هو اللي نسموها احنا في علم اجتمع التطبيع التطبيع مع العنف ضد المرأة وقت حاجة ما تجيش أما نحاوله كمجتمع بالسيف نخلقوها التبريرات وفي الأخر نولو نقبلوها ونسامحوا معها هذا هو يوقع نطبعوا معها ونتسامحوا معها وتولي عمليا متكرر انت تلاحظش اللي بالرغم القوانين القوانين الجديدة وكل شيء اللي نورمالما المنطقين تنقص في العنف لكن الضعف العنف وتونس حتى لدرجة أن المنظمات العالمية والتي تتحذر في برقيات تحذير التونس لأن العنف ضد المرأة تزايد فيها علش على خطر إعلامين تناولوا في العنف ضد المرأة وبعض الثورة اللي نتناولوا فيها ولكن ديما التناول اللي بتاعنا وكأنه نصنعوا في تطبيع وكأنه العنف ضد المرأة حاجة عادية كل دار فيها عنف ضد المرأة هو صيح عنا رقم عالمي المنظمة العالمية للصحة تحكي على أنه مرأة من كل ثلاثة نساء عابط للعنف الجسدي أو الجنسي نعطيك رقم آخر زاد هذا في تونس حسب وزارة المرأة ستة إنساء فقط من عشرة تعرضوا للعنف في الظلم ضد المحاكم يلجأوا العدد يعني فما حتى العنف نسكنوا لي المرأة أنا نصور أنا نصور أكثر مذنب في حق المرأة والأكثر كان أفراد في حق المرأة هي المرأة نفسها وقت المرأة ما تمردش على المعيار الاجتماعي هذا الخاطئ وقت المرأة ما تقتنعش وقت المرأة تبدأ تبرر أنا في حدث رفقة شيرني أغلب المعالقات إنساء إنساء وكلهم يبرروا يجي تحافظ على دارها وتجزم تتنازل ومطالبة هي باش تهني على روحها وكل كلام هذا كل وكل لغة الاجتماعية اللغة الاجتماعية يجب تحط المرأة في ذهنها إلي المجتمع والصناعة والمجتمع الذكوري لم يصنعش مجتمع محايد لم يصنعش عملية صناعة مشتركة لك المعيار هذه صنعت في إطار معين في تاريخ معين حتى لو نرجع له بمعنى سوسيو ثقافي أو أنتروبولوجي نرجع له تاريخه وقته فإطاره وكيفاه كانت خاصة في شمال أفريقي وقته دينا في مجتمع ذكوري معادي للمرأة هذا كل عنده تاريخه صنع ومجتمع معادي للمرأة يجب المرأة تقتنع اللي كيفها كيف الرجل واللي التمثل هو عندك تمثل ديني ما نقول دين معادي للمرأة تمثل ديني فهمنا نحن كتوانسة ما نشيش للمسلمين والعرب فهمنا نحن كتوانسة معادي للمرأة لأن المؤسسرين والشيوخ بتاعنا يعني بكل بساطة رجال يعني عندنا محاولات بتاع تحرير كما عن طهر الحديد وغيره تشوف انت للصد اللي لخاه خاصة عن حاجات هذه من كل التمثل الديني نحكي لك على تمثل ديني هو تمثل ذكوري معادي للمرأة تنشئ الاجتماعية هي تنشئ اجتماعية ذكورية تعطيك الوظائف الوظائف الدنيا تعطيها للمرأة المرأة وكأن العنف حق شرعي للرجل وكأن العنف تحضره حتى بعملية الرياضة هذه كله ماشي في اتجاه أن المجتمع مؤسس وهو يعني موضوع كبير برشا في الأخير وقت نختم المجتمع مؤسس الكل ماشي معادي للمرأة والمشكل أن المرأة كنصف مجتمع وكأن جزء من المجتمع مستوعبة إلي ذاك الصحيح وإلي ذاك اللي يجب ما يتبدلش وضد قانون بشرة وغيره لأن استهداف لها هي استهداف للمجتمع استهداف للدين استهداف للثقافة استهداف حتى معنى الشرف المعاني أخرى وحتى أي كلمة أنت تمشي حتى معنى الشرف لو تركز كأنا ندعو كل نساء توليس باش يحاولوا يعملوا مراجعات نقدية لك المفاهيم حتى للغة أنت تركي في لغة حتى في اللغة اللغة العربية أو حتى اللهجة معادية للمرأة يعني هذه كل تراجعوا تراجع حتى معنى الشرف القيمة قيمة الشرف قيمة مجتمعية ولكن المرأة حتى الفضاء المقدسة المرأة محرومة منها لأن المرأة في نظر المجتمع المجتمع الذكوري الأبوي هي مصدر قدارة وهي مصدر فتنة حتى الفتنة وحتى بالمعنى الأخلاق الكلمة يعني هي المرأة حتى في مثلا حواء هي لخارجة آدم يعني هذه كتل كاملة من التنميش الاجتماعي اللي يحط من قيمة المرأة هذا الكل ماشي في تبرير العنف وقت نحكو على مجتمع ذكوري منجم نشتخلص من عقدنا التاريخية نرجع للتاريخ نحن عملنا عملية تطور عكسي نحن نرجع في التاريخ نستحكي على مجتمع أمومي في المنطقة هذه امشينا بالتغيرات التي حصلت وكل اخذناها بمعنى سلبي فكانت ضحية المرأة قانونيا تتقدم ولكن على مستوى الواقع تتراجع فما زاد عنف اقتصادي كبير فما عنف اهم عنف هو العنف الرمزي هذا كل ما نحكي به عنف رمزي وقت انت المرأة تضع من قيمتها وعنف وقت انت هذا السبب بالمشكل العنف الرمزي نرجع عنف لبدي عنف جنسي عنف اقتصادي عنف حتى على المستوى السياسي وقت نحن نرى في المشهد السياسي انا نعرف المشهد السياسي في القيادات من اقص اليمين الى اقص اليسار لا يوجد حالة شاذة وتمارس في عنف اخر وتطبع مع العنف وضد المرأة حتى القيادية التي تطلع في تونس بلات استبنت العقل فهمت اللعبة فهمت لو تكون معادية للمجتمع الذكوري هي خاسرة اذا لا يوجد حتى واحد يتجر يقف مع المرأة وحتى المرأة بيدها ولت ضد القوانين اللي تكون معها تقريبا من ناحية الاجراءات يمكن فيما برشنسي وقت لي تعرضوا للعنف يخافوا انهم يلتشقوا وما يعرفوش وين يمشي ولشكون يلتشقوا كنت تعطينا اكتر تفاصيل انا نحب عندي تعليق بسيط هو يمكن العدد يظهرنا اكثر هو صحيح ازمة لعامين والستريس والأزمة الاقتصادية والناس اللي خسرت خدمتها والعبد اللي مش قاعدة تخرج يعني تقاعدين نشوفه في حالة انتحار ما بين الأطفال توا صحيح العنف زيت في الأزمة هذه بتاع الكوفيد صحيح لكن هل انو العنف قاعد يزيت في سنوات هذية علش ما نسألوش ونقولو على خطر المرأة ولا تتكلم ومعا تش تسكت حتى الواقع خطر يزن ديما تسكت وكل شي بالسطرة والعقلية هذيك يمكنش تنسي ولي تتكلم ومعا تسكت وهذيك هو كان ديما فما عنف يعني احنا شبنا في حالية تبدأ ضحية اغتصاب ومتتكلمش طوال تتكلم كنا تخطر عارفة فما قانون فما بالعكس ان الرائع انو نسي كيسمع بالقانون هذية برش نسي في بالها كيهي بشت تلقى روح اني الفاء اوزي ويكون عندها شجاعة بشتخج من دارها بشتلقى اللي سمع تعليف القانون واللي صار الحاملة هذيك بالتفسير القانون بشتلقى الية حمية بشتلقى فرقة مختصة تفهمها بشتلقى الرعاية الصحية بشتلقى ايواء ليها ولصغارها يعني يمكن نسي كما صار بقانون المخدرات يعني اللي جاء الكل صحاب القانون تغير واللي هذي يقول نستهلك عادي ما تبدلش معت الواقع حاجة والنصوص حاجة ممكن نسي واللي يمكن تتجر اكثر وتقويت وعلى قواج دو بغلي انا اصلا نشوف انه برشا نسي يجي ضد النسي لتتكلم حتى تلقاها العونة المرأة هي اللي تقول للضحية فوق عليك انا سمعت بوضين تسمعش كلام محاميتك ما هو إلا أخوك ولا عيلتك ولا شوف أغذر لأمك وبوك ولا يزي ولا المرأة وقت اللي راجل فما عقلية تكون القبيلة اللي دافع على أفرادها ويصنطو الصوليدير وتلقاها سواء من العون في الفرقة للنيابة العمومية يقول لها راجلك ويخمم في مصلحتهم توصل للحالة ما هي عليه يعني يعني أكيد فما أزمة معتها والعيلة مش مش تقصر حاجة كبيرة كان هو يتلقى خطر يلزم عقلية العقاب والردع هذيك اللي تخليه هو يتغير ويخمم ويفكر مرة جايق بل ما يمارس العنف بأي شكل من أنواعه شنو اللي صاره إنساء عرفت أنه فما قانون تمت محاولات لتفسير القانون فما في رقم مختصة آآ الناس الكل عندها شوية يعني المهم بالموضوع يلزمك سرتيفكة ميديكال من الصحة العمومية يلزمك شنو يعني نساء عندها راي شوية معلومات يعني بداية كيفش تعمل بش تشكي والمعلومات تمشي معتها لكن قبل ما تمشي المستشفى العمومي لازم تمشي المرأة التسخير بضبط شي سير هو معتها نيخذو معتها نقولو مرأة تعرضت للعنف في الويكانت اللي هو الويكانت اللي سواغي معتها في الليل هي أكتري الأوقات اللي أكتر فيها منصوب العنف مثلا نهاية الأسبوع المراكز هذي عندها توقيت إداري الفرق المختصة هذي عندها توقيت إداري أنا مثلا عندي وضعية متاع مرأة تعرضت العنف جنسي يعني لعملية اختصاب شنعة نهار الجمعة ما وصلت بشي شوفها طبيب شرعي كان نهار ثلاثة صباح بعدها مشيت لمركز الاستمرار من مركز لمركز لمشتابعينا وهي في الحالة اللي يعلم بها ربي هذي كجنية متاع حويج مقطعة متاعات إيدي متاع يعني وكي وصلت وقتها اللي بخاس متاع الجريمة كلي نهار سنين طبيعة الحال بشي شوفها طبيب الشرعي شيفها نهار ثلاثة صباح ترسل كل تنحا والمجرم حر تليق لأنه ما فاكنش فهمة حتى إثبات وهي للمراه هذي اليوم ما خذتش حقها ونقول لك حاجة معنا احنا ديما اللحظوها انو الضحايا يقعد ديما يتعاود عليهم نفس الشيما ويتعرضوا ديما النفس النوعية من الاعتداءات شنو اللي يصير هو من أول ما تدخل هي للمركز بكنا تعرفوا مراكزنا بتاع سواء شرطة وقال الحرس كيف انهما وشنية المعاملة فماش عسليما مرحبية تفضل شعندك بكنا نعرفوا وشنية اللغة وشنية المعاملة وما نشش نغطيعين الشمس بالغربال معتها هذيك هو واقعنا وإنا إذا كان شفت ممارسات معتها مختلفة إنسانية رهم أفرق يعني يكون الفرد العون أو رئيس الفرقة أو شخص يعني في شخص هو إنسان متفهم ولا إنساني وإلا وساعات تلقى هو وقتها في سحنه حتى هو يقول لك إينا أظر لي فنا ظروف نخدم شوف المركز بالحق ساعات تلقى المركز يبدأ ندوى يبدأ ما عندوش أوريق ما عندوش تليفون ما عندوش قاعة مثلا باش يشوف باش يسمع فيها باش يبحث تلقاهم في كل طاولة بعدها عاون ومعها عندو فيش كون يبحث ماتا ما تلقاش حتى كريسي ساعات ماتا تليفون أنا ما عنديش سيارة على الوحاة ديت ظهلي أقل من نصف مثلا هما عندهم سيارة بعد ساعات نتعام نذكر مرة رئيس فرقة قتلي أنا تليفوني الشخصي نستعم فيه وما عنديش معنا نلجأ الفرقة الأخرى باش يعاونوني ويحاولوا باش يعملوا اللي يقدروا عليه وساعات تلقى فما أفراد دخلين عقليتهم ما أنا ساعات وحدنا نسأل مثلا اللي عاو نقول اللي عاو نقول لها في الفرقة لأخي تلقيته تاكوينك نشوفها كيفش تتكلم في الضحية وش بك تواجهة إيش كي إذا رفيك عنده خمسة سنين تاوى ظهر لك تاوى تكلمت وعليه شوي بنصير رادة الفعلة العكسية هذيك باش تكون باش تسكت هي وباش تتراجع باش ما تكمل شوي بي نقوله تم فتح المحضر وتحل وصلت للفرقة المختصة وليه لمركز الاستمرار وتحل المحضر وليه تفهم مشكاية اللي هي اللي ما عادش فما تراجع عليها من بعد وهذيك عليش فما صدد وفما صدامية وفما إنه الأحسن ما تحلش محضر وساعات تلقاء العون محبش يخدم رحوها فهمتك توسامفل لو ما هذيك هو السبب فهمتك أو يعرف المعتدين يعرفوا من العائلة ولا ليهم يعرفوا والطحومة هنا ساعات نقول في أقرب مركز تصير فيها بشي يمشي للمركز وين صار الاعتداء وين صار ساعات يصير في الشيرة الاعتداء يزم التسخير التسخير إذا كان عنف لفظي ما عندك حد شاي وبره روحا روحك كان الياباد وتخاس على خطر فهم أشخاص يعرف وين يضرب وين يضربها يضربها في بلايس ما تظهرش قلها نعرف مليح وين ضرب كتو جوي باليسيد تخاس فمش كون يحتجزها مد بعد الاعتداء بالعنف بش هي ما تخرش في الحالة هذي كافة متسكر عليها أو يبدل معها اللغة لما نبولاسيون بش هي تتعدى كنهار ثنين يعرف من بعض طبيب مع الشي قفهم أتخاس وين عندي شكون نضربها ومن بعض هذا الطبيب هو هذا الطبيب ولا نحبك ولا مقصدت شو مع عمري ما ومعاش بش نعاود صنعتي ويبكي عندها تراس وإلا هي شدة تصحيح وأعطيني تسخير وبش تمشي للمستشفى إذا ما نعرف نعددة كبيرة من الضحايا هي بش تخرج من الدار ولا تخرج ولا هي بش تكون هربا ساعات تلقاها لعندها لا أوريق لعندها فلوس لعندها تبدأ بملابس المنزل معتها مش يهزوها الفرقة ويوصلوها لسبتار ولا أنا عندي وضعيات يعني وكي نشوف طوى الحالة اللي وصلوا لها ضحايا ساعات ضحايا ولا هي نفسها تعتادية معنا شفت الوضعيات هذه على نساء وخاصة النساء شابت معتها تعرضت عندي خطيق تعرضت للعنف في المركز عطاها تسخير ومشيت للمستشفى في المستشفى قولها أنت دربت في عينك عينك إذا ما كتمشي للسبيتار العيني عايز تمشي للسبيتار العيني نقول العود جيبنا تسخير تعاود ترجع للمركز اللي هو بعيد تعاود تجيب تسخير للمستشفى الثاني في المستشفى الثاني قالوا لها الآلة اللي عنا اللي بشي نشوفوك بها في السبيتار يعني من شر نيكول للسبيتار العيون للسبيتار الأطفال في الثالث مرة كنت معتها بل هيت في قتلي أستاذاك أهو لجسدين لنفسين ولا حتى مدين مش نعاود ناخد تاكسي ونمشي للمركز وناخد وقت لهو الضاحية من حقها إنه تتوجه من الأول للمستشفى العمومي لكن من الباب معتها السيكوريتي بل في الباب يقولها ليه ومعندكش الحق هو شنو الفرق إنه كتجيب هي التسخير من المركز يكون على نفقة الدول على نفقة وزارة العادة معتها الفحص الطبي هذك معتها مجاني بالنسبة للضحية وكي تمشي وحدها هي بيشتدفع مبلغ معتها عادة يكون في عشرين دينار وضحية أحيانا ميكونش عندها أحيانا لكن هي أنا حتى فما أطبق نعرف يقول ليه يجب لي تسخير وإلا أنا ما نجمش نشوف ها المعلومة ناقصة والضحية يزم لها طول نفس ويزمها يمكن مساعدة يزم حد يمديد ويهزها يرافقها يوصلها عم من عائلتها أو من أصدقائها أو بعد السرتيفة هذك يزم ترجع باش تعاو تيخذه للاندومة واللي بعد والملف إذا كان كان عند فرقة في الاستمرار في الليل وإلا في الويكند مشي يقول هذين الملف بتاعك للفرقة المختصة هي عادة نكون في المنطقة مشي يشوف هاوين ومشي لهم والمرافق والضحية في كل مرة باش تعاود تحكي لحكاية وكل مرة شخص آخر وإنه نسمع التعبت هذا على النقل التطبيقية لأنه أصلا حتى فهم إشكاليات في الفحص نفسه ومفهم يشقع مخصصة ضحايا الاختصاب يلزم التسخير ويلزم الطبيب الشرعي يشوفها وإذا كان في التوقيت الإيداري يزدى ويزم تمشي الصباح وللندما ويكون فهم يكون في القاعة يعني خو ماذا خو ماذا وإذا كان يحتاج لتصور أرجع وشوف وفي كل مرة تعاود تحكي فنسبة كبيرة من البندان وبعد هذا الكل يزم تصير المكافحة وحتى يجيبوه حتى ناديوه فما ملفات طاقعد ما طاقعد وتعرف أنت هو البحاثة اللي بشي يبحاثها هو اللي بشي يكلم من نيابة وبشي يصرح للوضعية معتلا أنا شفت وضعيات معتلا كاتستوفيك معتلا ننسي واخذين شهيئة طبية معتلا أنا عندي 120 يوم 145 يوم معتلا أنا التوا في ذهني ضحية عنف خوها وهو كان مريض سكيزوفغان ولأنه كان ينتمي لسلك معتلا أمني فإنهم رفضوا وإيقافوا يقول لي أستاذة زمينة إذا بنعلمه بطرق الإدارية وقت لهي نيابة عن تصلاحية التامة في إيقافه كيف سرهم لهو مريض وإنه معتلا هو يشكل اختر وإنه حتى معتلا تعرض بالعنف الوالد وإنه عمل وهو ولي فما قرأت إيواء ولكن ما تنفذوش لأنه المركز منافذش عليه فما سمعني حد اللي هي معتلا فرقة أقوى الفرق اللي مختصة اللي تلقى وتكوين وإنه الضحية هذيك بعد تشجعات وإيجا وهي طالبة وما كملتش دراستها سلمت في حقها وما كملتش وإنه اليوم نعتبرها هذيك ستاني شيك وبالمناسبة للطالبة هذي قالتلي على الوضعية متيحة طالبة من المساعدة لينة بن مهني لرحمها لأنه لينة كانت تساعد بارشا وكانوا بارشا معنفات أو كانوا يطلبوا منها المساعدة كانت تتمثل لهم يمكن رمز يعني لأن لينة كانت ما تسكتش فكانت كل مرة تطلب مساعدتي كمحامية وكانوا الضحايا لأنه الرحلة شاقة يعني الفتيت هذي بذيتلي ما ننسهيش لأنه لتوى نتذكر حالتها الصحية والمدة لعادتها في المستشفى ودراستها يعني وقت لي ولا هو يعتدي على الوالد ووالدته وقتها أمها سمحت لها أن تشتاكي بخوها لأنه لمدة سنوات كانت ساكتة لأنه أمها كانت ترفض أن تقوم بالتشك يعني بشتفضح العائلة وكانت ما تلاوي له من ناحية الإجرائية من ناحية العائلة اللي يمكن تتصدى أنه الشخص يمشي ويأخذ حقه المجتمع القانون اللي يقعد تحت تقدير نيابة تقريبا اليوم المرأة المعنفة كيفاش تنجم تاخذ حقها في دولة بين دفرين دولة قانون واللي هو غير مطبق كما قال بكري محمد جيمكن القانون سابق والناحية التطبيقية مناش قاعدين نشوفوا هذا من ناحية التطبيقية بذبط هو كي نحكو هكا فما زاد فما ببصص أمل وقت من دون عنا أحزاب عنا منظمات نسوية عنا مراكز إنساط فيهم التبعي للدولة وفيهم المتطوعين عنا زاد الدولة ماشية الوزارة المرأة ماشية في شوية عامل تكريبات المختصة يمكن 128 واحدة مختصة ولكن ما عرش العمل المتاهم فرق العمل المتاهم كيفاه عنا زاد رقم مجاني في كل وقت ولكن هذا كما كان تحكي الدكتورة بقي بقي ناقص وقت ما يتوازش كما حكيت لك المرأة تخرج هاربة في الحالات تخرج هاربة يجب المرأة والحالة تقل تعليق على الأستاذة يلزم المرأة وقت نقول المرأة يجب يجب يكون يعاون هارية الدولة تتكفل كل شيء باش تحط المرأة كل شيء يكون مجاني كل شيء يكون توفرها كل شيء باش المرأة ما تعمل كان على روحها وقت نزيد في التقاضي واحد تبدأ المرأة في تباعية زاد هذا يمثل مشكل كما حكيت لك المجتمع بصفة عامة والدولة بمؤسساتها وكأن المرأة في تونس في غير تونس المرأة محاصرة أملنا في المجتمع المدني في الأحزاب التقدمية في الأكاديميين اللي تبنيوا نظرة منحازة نظرة علمية ولكن نظرة منحازة وعندها تبريرها المنطقي والعقليني والعلمي هذا الكل اللي يلزم نمشو فيه كمجتمع أكيد مازلنا بشي نتواصل معكم في الساعة الثانية من الموعد شوي أخر بش نبدأ في استقبال اتصالتكم تكونوا حاضرين في المعانا في المباشر وتتفعلوا في موضوع حلقتنا اليوم وقاية الأخبار تقدموا زميلة هيفا تويتي ثم EFM سبوغ مع محمد هيدي بخوش ورجعينا اشتركوا في القناة